السلام عليكم يا شعوب الإسلام ويا عربي أنا ديكم اسمي زحرى بنت عبد المجيد آتيت من تركستان الشرقية أريد أن أشرح أن وضح الحال في موجود في وطن تركستان الشرقية التركستان الشرقية مختل من طرف السين ألف وتسعون مائة وتسعون أربعون حتى الآن الصيني يحرقون كتابنا القرعان الكريم ويجبرون على العيش مع الصيني يتخيلوا كيف يستطيعون أن يعيش مع الأشخاص لا يؤمن بالله بلا رحمة وحتى يجربون البنات على الزواج مع الصيني ويعدنهم علاج للأقم لقطع النصر لمسلمين ويبعثون الأدفال على مناطق الداخل الصين ويأخذون أعضائهم ويبيعونهم لماذا لا يسمعون صوتنا إذن نحن إخوة حان الوقت أن يضع يدينا بين المليارين شخص المسلمون لا يوجد الدولة تساعد تركستان الشرقية عندما نموت سنصحى المسلمون كيف تساعدون الكافرون والله يقول المسلمون إخوة أين الأخوة؟ أنتم تعرفون كيف ستحاسبون يوم القيامة؟ يا أيها المسلمون أمركم الله بالأخوة إن لم يستيقظ من هذا الموضوع الله لن يساعدنا